موسيقى السلام عليكم تلميذ و تلميذات مجموعة أولير أو المتتبعين من القناة الربيع الغزواني التماثل المركزي أو التماثل المحواري لا يوجد مشكل يعني بالفرنسي هو أكسيال نتمرر الرقم واحد ماذا نتمرر الرقم واحد يوجد مجموعة نجموعة فالاقم يوجد مجموعة ثانيا يوجد مجموعة ورقم برقم يوجد مجموعة كان وجم photographers لنجموعة أولا أستطيع الرسم ترسمت تلع أسية او تلع الاسية او نضيف في ساعة 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 في ساعة تاعة ساعة 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 سوف نستعمل البركار نقوم بحق 6 سنتيمتر سوف نقوم بحق 6 سنتيمتر نضع الإبرة على السفر ونقوم بحق 6 سنتيمتر من السفر إلى 6 سنتيمتر قوم بحق 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 ادفع 1 سنتيمتر نقوم بحق 9 سنتيمتر لكن ادفع البيتر ادفع البيتر ادفع البيتر 3 سنتيمتر نقوم بحق الأن نضع هذا البيتر ثم نقوم بحق 3 لا يوجد 3 ونقوم بحق الثلاثة هالماك ها النقطة اللي تلقوا لي فيها هي النقطة A واذا هالما هذا المسافة A بي شهل فيها المسافة A بي فيها 3 سنتيمتر والمسافة A الصي فيها لا تلقوا فيها 6 سنتيمتر هاي مزيد مزيد الان سنرسمنا بخير ومزيان سوف نضع التشميل التشميل التمرين ماذا فعلت اس ا ا ا ا ا ا سان لسيمتريك ريس بكتف بي ا ا ا ا ا ا اذا لم تفهم هذه الجملة اما إذا فهمتوا هذه الجملة تمرين اجيكم سؤال ماذا يقول لك هالكلمة هالكلمة ريس بكتف ماذا تعني؟ يعني ان ا 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 أَcَيْمُتْكِimoさん يعادة حيث من السابق لنضرب نفسك بعد أن يقول إذا قلت نفسك بإنكت بإنكت نفسك يعني أن هذه النقطة سيكون وصفة من نوم لن يقول إذا نفسك بإنكت نفسك بإنكت نفسك ستكون الوسط منهم مثال بحالة بمثلا أ ب أ أ ستكون هنا و أ ستكون الوسط ستكون هنا مزيان ستكون فهمتوا معي تلمية اللي من الورا ستكون كيف يفهموا بالزرب ف سي من تخريك السي يالا شكو يقولي هاد ترشيب ديالهم ستكون ستبعها 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 س ولكن الآن نضع لك ورقة يحنا جديدة ونضogue ميتها جديدة لكي تفهموا cidade مزيدة شكرا نقول لك إكس simétrico سي ميتخيك إكس سيировать سيBR بنام'S خلف مثلا أ إكس سيـم正َّيك بتزييير بالمنوع ا يالا كنتلون منạج إكس ياجر محيفة مجد millimeter X هي الأولى عاد A هي الأد A تكون الوسط منه A Y مزيان بأخر سيكون في نفس الترتيب في نفس المستقيم يعني مثلا المستقيم هناك 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 A هناك هناك Y بحيث أن هذا A الوسطانية اللي كتكون هناك ستكون هناك نص ستكون هناك نص ما سوف نرى هناك يلا رجعوا التمرين ديانا دابا فهمنا ومشينا بزيان دابا قالك A سمتخيق ديال P يعني أتبعها A عاد غتبعها B بزيان وغيكون هادو بتلاتة في نفس المستقيم أشى أتكون A تبعها A تبعها B يلا B تبعها A تبعها F أشى أيف هتكون الفوق بصافي عشنو كندير كنطوّل هاد المستقيم حينت في نفس المستقيم دو كنطوّل هادو بحال ما هكا نطوّلو وندير بالبركة هاي نعبار A B ونجيب هنا بحامك هاد نقطة اللي رسمت هانا هي هي أه أه هه ها نفز الترشيف أه ه ها نفس الترشيف يلا بشوي عليه علينا بشوي عليه وغنرسموا هاد سطرة هاد الجملة هادى هادى الجملة هادى الرسموها هنجيب ورقة جديدة ونرسموا هادي بشوي عليه الناس الذين لافهموا يركزون انا سنعود بشوي يجب ان تركزوا معاهم فقال لك 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 والنقطة الثالثة هي فقال لك يجب ان تتركيب يجب ان تتركيب اللي نقوم بيناتنا يجب ان تكون افية مشروع فقال لك يجب ان تتركيب ولكم ويجب ان يكونوا ثلاثة في نفس المستقيم هنا تكون افهن او 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 بحيت ان او يكون في النص بحيث ان ا نسفت بعدم هذي المسافة اللي قلعنا يالا حسنى نديرو هاتر شبه هنا سي شا افهة أتكون هنا انا محظون انا مع ما عارف التمرين غير خرج دي كان عليش شك ان نجيبوه نال حيث انا معك شب التمرين ما عبدت كنخرج فيه معاكم كنفكر فيه بحال انتو ما كتفكروا فيه صافي دونك السي آ اف دونك هاي السي آ السي آ اول حاجة كندير كما قلت ليكم كنطولوا هذا المستقيم حيث السي آ اف غيجو في نفس المستقيم نطولوا المستقيم و كنعبر بالبركار كنعبر بالبركار هاد المسافة هالي هنعبره هنا و غنجيب هنا ها نعرف هنجيب هنا دونك هنه زي نقطه مالريد ينما خاصة السي متشي ما في الشي تكون 2010 تؤلم احمر بقى أفرصي دون كي تفهم يمنع الفضل المحه السؤال عن كل سؤال ARC الخيانج OM صنعت شخص O B م اصبح أس симعتري B بقوا ومن بعد نرسمنا F الحلقة السيبية بوضعه من الأخرى فهذا الأول هو ترك الوضع جاء نرسم رائح جانبًا انا نرسم بالفعير انا نحب للفعير إنه حسنا جيدًا الشؤال الهيئيه يجب أن تقلص الدستانس E F نرسم الجذائه وعندما نرسمه الهيئيه هذه الدستانس E F ؟ أجانب يعني.. أ من المتحكي ديها لأيب بي م plank of it س pewno و asc م بزيان A من المتحكي دي الاف بي يجب sins شونا و الس BEN هو الس نعم F رسمنا بس و شنا س sturdy min次 حيتي هي اللي كندلوها باعه الطانية يعني هي التماتل المركزي بنفسها يعني هي لنفسها مزيئ إذا كان عندي أنا هذا ABC ABC تخيونجل إذا كان ABC تخيونجل إذا كان ABC ABC تخيونجل فإن EFA EFA شو غير يكون تخيونجل شو غير يكون دوارا شفقين إذا كانت E F C C A إذا كان ABC متلت EFA سيكون متلت لا يكون مساطع أو مربع شفقين يعني هدو المتلت سيكون متقايس مع هدو المتلت حيث سيكون أكسيال يحافظ لي على المسافات ويحافظ لي على الأشكال يعني مثلا رسمت احد مربع مربع ودرت لي السي متلت سيخرج مربع ونفس القياس سيكون هنا لم تكن متلات وستكون متلات والنسبت لها إذا هذه المسافة سيكون مسافة AB سيكون مسافة EFA وامفة BC سيكون مسافة EF فتح لا ؟ يعني A 1 F شكله كائبيه إذن يسغل الإلكال صالة إِل يُسغّ الله إifying بنيس بإِاليبيه يونوي 4 قيمة حقيقيه المزيج المتعكد تشاهد نفس المنزل se الإرسالة يتريت وف كون يتبراء إстра يترجم في результат هو Chair ويكون نفس القيّاسات يعني نفس القيّاس queremos قيت قنا successful إذا كنت نفس القياسات نفس كل شي سوف نقول أن EF يساوي 4 سنتيمتر سؤال المنورة السؤال المنورة يجب أن تركزوا معي جيدا في واحد القادية ما هو هذا؟ سوف نفعكم بزاف A B C D ما هو هذا؟ هذا المتوازي الأضلع المتوازي الأضلع تكون هذا الدلع مع هذا الدلع تكون متوازين وتكون متوازين وتتشابه في نفس المنتصف التي تتلقى القطرين الأضلع تتلقوا في نفس المنتصف يعني هذا هذا هو النص دياله و هذا هو النص دياله يتلقوا في نفس المنتصف جيدا سنعملها إذا مركز بشكل جيد فسأين ذلك سنفعل ذلك هاهو فهتاة الدعم حاول البقث الحدث الخطرين يختلف في نفس المنتسب الحدث العدث يتلقى في نفس المنتصف إذا بما أن القطرين يتلقى في نفس المنتصف فإن E, F, B, C يتلقى في نفس المنتصف وإذا كان هذا يتلقى E, F يكون متوازي مع B هذه الطريقة سوف نجاوب على هذا السؤال الذي يكون صعيب ويخلعكم وكذا حاول أن تكتبوا التمرين وتكتبوا التمرين بالطريقة لا أريد أن نخرج لكم